في أخت في التعليقات قالت لي أنا سألتك أكثر من مرة وانت ما بتردش عليك طيب سألتني عن إيه؟ سألتني عن تقلب الحامل أثناء النوم ده يعمل التفاف حبل سري حوالين رقبة الجنين بعض الأخوات ردوا عليه وقالوا إن العبد لله عمل فيديوهات قبل كده ورديت على الموضوع ده ولكن لأن بعض الأخوات وخاصة المشتركين الجدد بيبقى عندهم مشكلة في الوصول للفيديوهات فقررت إن أنا أرد على حضرتك وكمان هنجاوب على شوية حاجات وشوية مشكلات كده متعلقة بالنوم بالمرة طيب إيه مشكلات النوم؟ عندي كذا مشكلة موضوع تقلب الحامل ده مشكلة تانية موضوع إن النوم الصح يزود وزن الجنين والنوم الغلط يناقص وزن الجنين طيب عندي إيه مشكلة تانية مشكلة الصهر وقلت النوم وضرارها على الجنين عندي حاجة تانية أه عندي حاجة تانية ده في حاجة كتير النوم ومشكلة وجع الظهر تعالوا بقى نبدأ حلقة النهاردة يا الله بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى إله وصحبه وسلم ومن ولاه وذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى إله وصحبه وسلم فبها نسعب بإذن الله تعالى أول حاجة التقلب أثناء النوم بالنسبة للحامل وطبعا خلوا بالكم احنا هنا مشكلات النوم كلها أغلبها لما البطن بتكبر لما بطن الحامل بتكبر كل حاجة ممكن تظهر سواء بقى ممكن تفكيرك في موضوع تقلب أثناء النوم موضوع النوم الصح وموضوع ان الجنين كده وزنه بيزيد ولا بينقص ووجه وكل حاجة فبالنسبة للحوامل اللي هما في الشهر الأول والتاني والتالي لموا زي ما انتوا عايزين يمين شمال على ظهركم على بطنكم مفيش حاجة هتحصل ولا حبل سر هيلف ولا غير لما البطن تبدأ تكبر بقى هنا بيبتدي القلق طيب لازم أقوم على حيالي كده وصح حسين وقوله اتخر كده حسين عشان قعدل نفسي النحية التانية وبرحة كده انزل عشان لو تقلبت مرة واحدة هيحصل ان الحبل السري هيلف حولين رائبة الجنين لا اطلاقا في واحدة قالتلي لا كلامك غلط لاني أنا كنت بتقلب كتير وحصل ان لما روحت عملت صنار لقيت ان الحبل السري لف حولين رائبة الجنين الحبل السري عشان يلف حولين رائبة الجنين ليه عدد من الأسباب من ضمنها مثلا ان الحبل السري يكون أطول من المعدلات الطبيعية يبقى طويل شوية سنة بسيطة فالطول ده مع حركة البيبي الكتيرة بيحصل ان الجنين وهو بيلعب كده بيلف حولين رائبة وطبعا دي حاجات نادرة وعايز اقول لكم حتى لو ان الحبل السري لف حولين رائبة الجنين في الغالب هذا الموضوع غير مقلق مفيش منه قلق الا في حاجات بسيطة جدا وتلاحظ بالدوبلر لما تروح تعملي سونار ان مثلا الدم اللي بيوصل ليه الجنين قليل والاكسوجين اللي بيوصله قليل بتلاحظ وانت في البيت لما تلاقي مرة واحدة كده ان حركة البيبي بدأت تقل بعد ما كانت معدلات نشاطها عالي لقيت ان معدل النشاط بتاع حركة البيبي قل مرة واحدة يبقى هنا ممكن تشكي ان الحبل السري لف حولين رائبة الجنين انما هيكون ان ده حصل من النوم لا يبقى تقلبي براحتك طيب نجي بقى الموضوع تقلبي براحتك طب يعني انام على جنب الشمال جنب اليمين ضهري والكلام ده بصوا اتفقنا قبل كده ان النوم على الجانب الايصر ده افضل وضعية بتسمح بي تدفق دم افضل للجنين وطالما بنتكلم عن تدفق دم افضل للجنين يبقى بنتكلم عن زيادة وزنه بنتكلم عن زيادة نموه بنتكلم عن تطوره بشكل مثالي طيب لو نبنى على جنبنا اليمين مش هيحصل يعني تدفق دم للجنين ووصول غذاء لا هيوصل ولكن الشمال بيوصل افضل طيب الظهر مش هيوصل هيوصل بس لما بننام على الظهر لفترة طويلة بيحصل ضغط على بعض الاوردة وده اللي بيخلي مع المدة طويلة ان تدفق الدم بيوصل اقل بل ولو الموضوع يعني بشكل عايز اقول بشكل متكرر وان ده نمط النوم اصلا بتاع مثلا احدى السيدات ممكن يعرضها لقدر الله ان بعض الاجنة حصل لهم لقدر الله بعد الشرع عن اجنتكم اه توقف نبض وتوقف نبض بسبب انهم على الظهر بشكل متواصل طيب ده هيحصل لكل واحدة نامت على ظهرها لا هيه ماتنامش على سكينة تمالي لما بيتقال كده في الدراسات بيقولوا مثلا ان من كل مئة سيدة نامت على ظهرها حصل ان فيه مثلا عدد مثلا خمسة ستة مثلا حصلهم كده او عدد ثلاثة العدد بيبقى قليل بس طالما ان في احتمالية ان ده يحصل فتبقى التوصية على طول ان النوم على الظهر غير محبب للسيدات الحوامل خاصة كل ما الجنين بيكبر كل ما ده بيبقى شي مش حلو بالنسبة للجنين طيب واحدة تيجي تقول انا بنام على جنب الشمال وافضل نايم على جنب الشمال لحد ما جنبي وجعني مش مستحملة النوم او مش بستريح النوم اللي على جنب الشمال مفيش مشكلة نامي على جنب كليمين اتقلبي بين التلاثة جوانب كليمين الشمال الظهر بس نحاول ان احنا نبتعد عن تعمد النوم على الظهر لفترة طويلة يعني لو انت قاعدة مثلا بتتفرج على التلفزيون وقاعدة ونايم مثلا منتكية كده ونايم على ظهر ده هيعمل حاجة للبيبي لا احنا بنتكلم عن النوم لفترات طويلة طيب مشكلة من مشكلات النوم الاخرى اللي هي ايه الصهر بعض الاخوات الفضليات الحوامل بيصهروا كتير جدا هذه المعلومة هدية لك افضل وقت بيوصل في الدم لجنين فترة النوم ودي اللي انت بتضيعيها فترة النوم بالليل فترة النوم بالليل ودي اللي حضرتك بتضيعيها بالصهر دي اللي بتضيعيها بالصهر فالصهر الكتير يؤدي الى مشاكل طبعا مش هتظهر من مرة سهرنا فيها وفرجنا على مصرحية او سهرنا فيها وكنا مثلا بنعمل حاجة خير او سهرنا فيها مش هتيجي من مرة مرتين انا بتكلم على اللي نمط حياتها كده وخلي بالنا تمالي لما بنتكلم عن اي حاجة مضرة بنتكلم عن الاستمرار فيها مش بنتكلم عن فكرة المرة الوحدة عشان تكونوا مطمئنات من هذا الامر اخر حاجة بقى موضوع النوم ووجع الظهر وجع الظهر ده بيجي ازاي برضو من النوم على الظهر النوم على الظهر بيزود آلام الظهر ليه بقى لما بتنامي على جنبك الشمال او حتى جنبك اليمين وترفع بطنك الكبيرة تحتيها كده مخدة صغيرة المخدة دي اصبحت هي اللي شايلة وزن البطن تقريبا والظهر مش عليه اي عبقة تقريبا برضو انما تخيالي لبقى لان البطن الكبيرة دي كلها جات وبقت هي اللي حملها على الظهر كله لما أنام على ظهر فاقوم من النوم الاء يواجع يا محمود الاء يواجع فضيع طب ليه من النوم المتواصل على الظهر وده بيسبب آلام شديدة في اسفل الظهر وعايز اقول لكم على فكرة ده هذا الموضوع مش متعلق بالحامل لا ده متعلق بالناس كلها يعني انا لو نمت على ظهري طول الليل هصحى الصبحية هحسب واجع في الظهر ده شيء طبيعي لان المعدة والقولون والبطن كل ده محمل على ظهر اما بنام على جنب اليمين حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم او حتى على الجنب الشمال لو بتقلب من اليمين والشمال فبلاقي ان الظهر افضل وضع لما باقوم من النوم بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله كل طلبتكم مجابة باذنك يا رب اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة